خلينا بقى نتكلم عن محطة تانية في رمضان انتي برضو موتينة من بحك فيها وهي مسلسل أشغال شق حكيلي بقى الكوليس جت إزاي معها شاي النجم الكبير الشماجة طبعا المسلسل ده عارفة جزء يعني إيه جزء من أبنائي من أول ما كان كتاب في الأسواق وأنا وخالت دياب طول الواتقى بنتكلم عن المسلسل ده وكنا دايما بنتفق إنها هكون موجودة في المسلسل ده ولا لأ أو إيه لا يحصل وعدت السنين وجات السنين وفي الآخر هشام اللي عمل المسلسل وبقيت جزء من المسلسل فلما شركة الانتكلمتني فرحت جدا لأن أوريدي أنا وهشام يعني هشام ده من البرتونرز اللي أنا طول الوقت أحب إن أنا ألعب معاهم يعني الكيميا بيننا عالية جدا وأنا على المستوى الإنساني بحب إولا إنه ابن أصول ومحترم ويعني من المهزبين اللي إنتي تتمني طول الوقت يكونوا في حياتك أكي وعلى المستوى المهني أنا بارتاح جدا في الشغل معاه بإننا كيميا فضيعة فطبعا ما ترددش وفرحت وحتى يعني كنت في لبنان وجيت لهم ويعني بس الحمد لله إن الحلقتين عجبوا الناس وكتت أتمنى بقى شخصية غير اللي هي اللي بتسرق وبتعمل دي بس أحظي جي كده لا بس مرضو كانت حلو قوي ترجمة نانسي قنقر